موسيقى عشاق الرياضة أينما كنتم طيب الله ووقاتكم بألف خير أهلا بكم إلى جديد هذه الحلقة من أحوال الرياضة وفيها نشاهد معا تدخل الرئاسي يوقف عبث الكشافة ويعيد المفوض العام بعد الإقالة في احتفالات التكريم أبطال يفترشون الأرض نصر الظالة من فوهة المدافع إلى ملاعب عدم اجتماع قطبي الرياضة يفر لجنة إنقاذ صندوق مثقوب أهلا بكم انطلق دور الدرجة الثانية بنظامه المعلم مستدعيا معه معاناة ضغط الدور ومشاكل التغذية والسكن هذا التقرير سيتناول أيضا تجمع صنعاء وفرقه القوية مجموعة حديدية أو مجموعة الموت هكذا وصف البعض تجمع صنعاء الذي يحتضن مجموعة الثانية في دوري أندية الدرجة الثانية الذي تحركت عجلته مطلع هذا الأسبوع بنظام التجمعات صراعا ساخنا سيحدث في هذا التجمع من أجل خصف بطاقته التأهل إلى دوري الأضواء هكذا تشير كثير من التوقعات لوجود فيه فرق قوية عادة من دوري الدرجة الأولى وفرق أخرى اللي اتبطت به السابقان على غرار وحدة صنعاء ووحدة عدن وأهل الحليدة وشباب البيضاء وسلام الغرفة المجموعة الثانية أقدر أقول عليها أنها مجموعة حديدية لأنها تضم خمس فرق شاركت في الممتاز من السابق اللي هي وحدة صنعاء وحدة عدن سلام الغرفة شباب البيضاء وهلي الحديدة وهذه الخمسة الفرق معناه أن البطاقة تكون المنافسة عليها شديدة جدا لكن كرة القدم لا تعترف بصغير أم كبير كرة القدم الكبير فيها هو الكبير بعطاءه داخل أرض الملعب من يستطيع أن يهتم بالفريق ويعمل على فترة أعداد قيدة ويهتم بالجوانب النفسية والمعنوية أعتقد بتكون حضوضه أو فرق تفاجأنا بالقرعة أني كانت قرعة فيها فرق قوية وهابطة من الدرجة الأولى أمثال وحدة صنعاء وهو يعتبر من أعمدة الأندية اليمنية من حيث الإنجازات ومن حيث المستواء لكن ظروف الرجال للدرجة الأولى للدرجة الثانية وبقية المجموعة يعني مثل شباب البيضاء فريق يعني يعتبر أنه من أقوى الفرق على مسؤول أهل الحديدة فريق عائد للدرجة الثانية الجليد في هذا التجمع هو اللاجديد فالصعوبات التي واجهتها أندية المظالم في تجمعات المواسم السابقة كما هي تحضر من جديد لن يتغير في ذلك الحال سوى أنه أصبح مألوفا ومعتادا لدى اللاعبين والأندية والله يعني هو تعرف أنه نظام التجمعات ويعتبر مرهق نوعا ما كونك تلعب تسع مبارات خلال خمسة عشر يوم معدل يعني كل ثلاث يوم تلعب مبارات وهذا يعتبر مرهق بالنسبة لللاعبين وجهد بدني عالي تعرض لإصابات هذه أبرز الصعوبات ولكن احنا يعني تقريبا بدأت الناس تكريف معها لأنه هذه لثالث سنة هو يقام دور الدرق الثانية بنظام التجمعات الأمور المالية الصعبة التي تواجهها الفرق حيث تفاجأنا في أن الاتعاد لم يسلمنا إلا تسعمائة ألف من قسط ألف ومن قسط مليون وسبعمائة للسكن والتغذية اشتاقت أندية الثانية لهذه المرحلات كثيرا لكن لم تستعد لها كثيرا لمحدودية الإمكانيات التي صارت شبح يخيم على اللاعبين والأندية وحتى المنتخبات الوطنية فهل سيتبدد أم سيتجدد صفوان النمري أحوال الرياضة تعج منطقته بالكثير من المعارك إلا أن نادي نصر الضالع نقل معاركه الرياضية إلى ملاعب عدن فالنصر حاليا يشارك في ظل ظروف مادية ومعنوية صعبة في تجمع عدن بالدرجة الثانية وجاءت مشاركته تكملة عدد نتابع لا يمكن الحديث عن دوري الدرجة الثانية دون ذكر المعاناة لفريق نصر الضالع الذي يعيش في وابع المحزن لم يسبق له مثيل في تجمع عدن الكروي رغم كل الظروف الصعبة حاولنا قدر نستطيع نستعدي ونشارك دوري وما سمحنا إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا رغم الأوضاع الصعبة اللي مرت علينا عانينا كثيرا في سبب سؤال استعداد استعدينا متأخرين يمكن فترة تتقاوز 15 يوم استعداد للدوري وهي فترة قليلة جدا كما يعلم الجميع أن الدوري يحتاج في ظل نظام التجمعات إلى لياقة بدنية عالية كما يعلم الجميع إن شاء الله نتمنى وأعتقد أن هذا الموسم هو أسوأ مواسم الفريق الذي يمر بالفريق حاليا ووضعناه لا يعلم به إلا الله هذا الفريق الضالعي بنكهة لون فانيلة الخضراء أكد أنه لا يموت ولا يسلم للظروف فما ضوى حققت أهل إلى دوري الأولى كانت هناك أسباب وعذر يعني كان يلزمنا حتما أنه يمنعنا عن المشاركة بسبب الأوضاع المدهورة والأوضاع السيئة التي يعني كانت في محافظة الضالع هذا الفريق كان جهاز الفني يفضل عدل المشاركة في دوري الثانية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها لكن محبي النادي غرروا مواسطة المشوار خارج الديار كرمت وزارة الشباب والرياضة ستة من رواد الحركة الرياضية والشبابية في اليمن الذين قدموا عطاءات عملاقة للحركة الرياضية من مواقع مختلفة إلى التفاصيل أحمد محمد قعطبي وأحمد محمد الشبيبي ومحمد أحمد الكباب ومحمد غالب أحمد ومحمد عبد الزيد وعلي عبد الكريم الصباحي أسماء من الرعيل الأول تقلدت مناصب شبابية ورياضية في القرن الماضي فتركت بصماتها القوية في إحداث نقلة نوعية بالرياضة اليمنية وتوحيدها في الشطرين آنذاك عبر اللجنة الأولمبية اليمنية بجانب بعض من الأسماء الكبيرة الخميس الماضي شهد تكريمهم في يوم الوفاء من قبل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لدورهم البارز وإسهاماتهم المتعددة أفتخر واعتز أننا كرمت مع أشخاص يعتز ويفتخر واحد أن نكرم معهم هامات وقامات رياضية سياسية اجتماعية شريفة نزيهة صمعتها في صباح أنا رفعت علم الجمهورية اليمنية في هذا اليوم 11 فبراير 1990 في الملعب قدام رئيس الجمهورية في الجنوب وقيادة الجنوب قبل أن يرفعها علي عبد الله صالح في 22 مايو 9 يوم كان للتاريخ ذكراه الجميلة أعاد هؤلاء بأذهانهم إلى تاريخ نجحوا بصياغته بإرادة وإدارة متقنة تحد فيه عقبة المال الذي وجد حاليا وغابت معه الإدارة كان زمان بنشتغل بلا إمكانيات تقدر تقول الآن فيه نوع من الإمكانيات يعني بحماس الناس بحماس الشباب وبمحدة القيادة وبالإرادة اللي كان الناس يعملوا فيها جميعا بادرة طيبة من وزارة الشباب والرياضة لتكريم بعض رواد الحركة الشبابية والرياضية باليمن لكن الأسمى من ذلك أن تعاود الوزارة حساباتها لتمضي على خطاهم طاف الجزيرة العربية ودولا أفريقية عبر الجمال قطع خلالها أربعين ألف كيلومتر إنه الرحالة أحمد القاسمي الذي حقق رقما عالميا وأحرز لقب الرحالة الأول عربيا يستغرب كثيرا من الاهتمام الخارجي واستمرار التجاهل الداخلي في الوقت الحاضر ما زال هناك من يسافر في أعالي الجبال وفيافي الصحراء عبر أقدم وسيلة نقل اشتهر بها العرب هذا هو حال الرحالة اليمني أحمد القاسمي الذي جاب الأمصار والأغطار على ظهر جمل محققا رقما عالميا في السفر على الجمال حيث قطع مسافة أربعين ألف كيلومتر خلال عدة سنوات عاد من آخرها قبل أسابيع كانت فجهتي كلها إلى العواصم لأن الرسالة التي أحملها لا بد أن أتسلمها في العاصمة للرئيس الدولة أو للملك أو يعني هكذا والوزراء هي الحكومة في العواصم هذا سيظل عام 1992 شاهدا على أول مغامرة له قطع خلالها 3000 كيلومتر مشيا على الأقدام من صنعاء إلى مسقط في ثلاثة شهور ومن بعدها توالت رحلاته الملئة بعجاب الأسفار برفقة زميله علي صالح القاضي أحداث ومواقف وقصص تبدو أغرب من الخيال تعرض لها خلال زيارته لكثير من البلدان تعرضنا للموت وتعرضنا يا أخي للضياع أحيانا وتعرضنا للأطش وتعرضنا لأمراض الملارية وكهدث الملارية أن تكتلنا موقف هي عادة في السودان وإحنا طبعا قد تكلمنا فيها كثير طبعا قلنا هي ضيفة طبعا وضيفة هذه ضربوها الضيف يعملون لعشر جلدات يعني من صوت العريس طبعا إحنا كنا قد كنا ذاهبين جوع وطبعا سمعنا الطبول والدف كنا لازم ندخلنا كل لحم وناكلنا أكلها دافئ فما إحناش عارف إن الأكلها الدافي هي تسخينة بالصوت فأول ما دخلنا أرادوا إنهم يرجعونا فإحنا صرينا قلنا في شيء يعني سر ما يريد ويندخل شافوا إحنا مسرنا ندخل هنا أول ما دخلنا قالوا خلعوا الملابس خلعوا الملابسة قالوا عشان نعمل لهم عشر جلدات من صوت العريس وقاموا والله جلد من صد وبعدها معراكة بقيلنا إحنا والمحاض حضور ما فكوها علينا أو أنقذونا إلا مدرسين يمني سوداني درسوا في اليمن قالوا عيب هذا في عق اليمن نال أحمد القاسمي جائزة الرحالة العربي والعالمي عام 2012 عندما كرم بمهرجان رحالة في دبي وحظي باهتمام وتشجيع خارجي أكثر من الداخل للأسف الشديد أنه ما فيش اهتمام يعني أنا مثلا كرحالة يعني استقبلني مثلا ولي عهد دبي وشالوني في طائرة خاصة من جمهورية جنوب أفريقيا مع جمالي وأول مرة ركبنا والجمال في طائرة ويستقبلوني في دبي ويعملوا لي معرض الصورة الفتوغرافية كان من الأحرى ومن الأجدر أن يعملوا لي هذا الكلام في اليمن لا نقول لهم يبزوني في طائرة أنا كنت برجع برجع لكن على الأقل يستقبلوك ويعملوا لك شويات زهور لا نشتش منهم شيء الرحالة الأول عربيا لقب أطلق على الرحال الوطني أحمد القاسمي الذي استغل هوايته في السفر ورحلات لتصطير تاريخ مجيد له وهو الآن يستعد لرحلته الأخيرة التي سيجوب بها أجزاء من ربا وصولا إلى البرازيل فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من أحوال الرياضة ابقوا معنا اجتماع قطبي الرياضة يقر لجنة إنقاذ صندوق مثقوب اشتركوا في القناة